في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الأربعي لتحرير سيناء نظمت المنطقة الشمالية العسكرية احتفالية لذوي الهمم بالتعاون مع عدد من الجمعيات الخيرية ومدرية التربية والتعليم بالإسكندرية وذلك بمقر قاعدة محمد نجيب العسكرية لمشاركة أطفال مصر للاحتفال بتلك المناسبة ولإدخال الفرحة والسرور على قلوب هؤلاء الأطفال وصرح المتحدث العسكري بأن الحفلة بدأ بمشاهدة فيلم تسجيلي عن قاعدة محمد نجيب العسكرية للتعرف على الإمكانات التي تذخر بها القاعدة ومدى تطور الهائل الذي حدث بها أعقب ذلك زيارة لمتحف اللواء أركان حرب محمد نجيب للاطلاع على تاريخ نشأة القاعدة وعلى مراحل تطورها ترجمة نانسي قنقر